مرحبا جميعا ولدينا اليوم فيديو جديد من فيديوهات السؤال والجواب نتابع تستطيع تصفح مواضيع الفيديو وأن تحضر فقط الموضوع الذي يهمك من هذا الفيديو والجزء الذي يهمك من هذا الفيديو وذلك من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة تستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل وتستطيع أيضا أن تسرع الفيديو لكي تختصر الوقت فلديك وسائل كثيرة لاختصار الوقت وطول الفيديو لن يكون عاغ أمامك لكي تأخذ المعلومات التي تحتاجها منه ما هو المعدل التراكمي وكيف يتم احتسابه وكطالب من أي مرحلة كنت بماذا يهمني هذا بشكل عام المعدل التراكمي هو ليس مخصص فقط لطلاب الطب أو ليس مخصص فقط لكلية الطب ولكن أيضا تتعامل به الكليات الأخرى وبشكل مختصر وملخص أن لكل سنة دراسية لديها حصة معينة أي مثلا أن السنة الأولى تكون 5% السنة الثانية على ما أعتقد تكون 10% وإلى آخر حتى تصل إلى السنة السادسة على ما أعتقد تكون 30% أعتقد بهذه الطريقة هناك تقسيم لكل سنة بطريقة معينة في نهاية دراسة الطالب في نهاية دراسة البكالوريوس يتخرج الطالب ويتم احتساب معدل له من 100% هذا المعدل يكون هو عبارة عن إنجاز الطالب لمدة 6 سنوات فيما يخص دراسة الطب ومثلا فيما يخص الدراسات الأخرى مثلا في التحليلات المرضية تكون 4 سنوات فملخص 4 سنوات يلخص برقم معين مثلا يكون 7% 8% 60% وإلى آخر من هذه الأمور بماذا يهم المعدل التراكمي أكثر مما هو المعدل التراكمي ما يهمنا من المعدل التراكمي أنك حينما تريد أن تقدم مثلا على الدراسات مثلا دراسة الماستر أي الماجستير بالعراقي نسميه الماجستير فدراسة الماستر مثلا في أي كلية كانت كلية الطب أو أي كلية كانت تحتاج إلى المعدل التراكمي فكلما كان المعدل التراكمي أعلى كلما زادت فرصك في القبول على دراسة الماستر أما فيما يخص طلاب الطب داخل العراق مثلا فالمعدل التراكمي ينفع في توزيع الطلاب أو اختيار التخصص بشكل عام فمثلا أنا أريد أن أتخصص تخصص معين هذا التخصص سيقدم عليه نفس المسألة تكون في السادس العلمي بشكل تقريبي فأنا مثلا أريد أن أدرس تخصص معين وهذا التخصص لديه مقاعد محدودة فمن المؤكد أنهم سيأخذون الطلاب الذين يكون لديهم معدل تراكمي أعلى فسيأخذون مثلا هناك خمسة مقاعد فقط فسيأخذون أعلى خمسة طلاب من حيث المعدل التراكمي فما يهمنا هو كلما زاد المعدل التراكمي كلما زادت الفرص فالمسألة تحسب مثلها مثل دراسة الثانوية بشكل تقريبي فما تحتاجون أن تعملوه هو أن تدرسوا بشكل جيد وأن تشتركوا في قناة استوديز ألايف كي يتاح لكم فهم المعدة بشكل جيد وبنهاية درجات أعلى وحياة أسعد هل كلية الطب من أي جامعة كانت تعتمد نفس ترتيب المصدر ما الفرق بين المحاضرة والمصدر بالجامعة الآن جميع كليات الطب حول العالم يجب أن تضمن تشريح كامل يجب أن يدرس الطالب التشريح الجسم بالكامل فيزيولوجي للجسم بالكامل بالباثولوجي للجسم هناك مادة معينة يجب عليهم أن يدرسوها مثلا الجنيرال باثولوجي وبشكل عام الميديكال بايسك سايينس التي هي الباثولوجي هناك ترتيب معين ولكن جميع كليات الطب حول العالم تتفق على منهج معين منهج معين بشكل تقريبي وبشكل أساسي ليست جميع المواد مثلا الميديكال فيزيكس لا تدرس في جامعة بيروت أنا لم أدرس الميديكال فيزيكس مثلا هذه مواد تعتبر ليست أساسية مثلا أيضا هناك مواد أخرى مواد تتعلق بتقنيات بحثية وتقنيات في أمور معينة فبعض الجامعات لا تهتم بهذه الأمور ولكن جميع الكليات ستهتم بالأمور الأساسية فبالنهاية طلاب الطب والأطباء من حول العالم يهتمون بشيء واحد أساسي وهو صحة المجتمع والجسم البشري بشكل عام فسيتمون بدراسة كل شيء يخص الجسم البشري فهذا الشيء عام ولكن بعض الكليات مثلا ترتقي أن يكون الباثولوجي قبل الأناتومي مثلا بعض الكليات تدرس الباثولوجي أنا درست الباثولوجي في جامعة بيروت قبل أن أتطرق إلى النورمال فدرست الأبنورمال الشيء الغير طبيعي الذي هو الباثولوجي قبل النورمال مثلا الأناتومي أو الفيزيولوجي فبهذه الطرقة بحيث أنني درست الانفلاميشن في الباثولوجي قبل أن أخذ أفكار عنه في الفيزيولوجي هناك أساس هناك في الفيزيولوجي قبل الدخول إلى الباثولوجي كل كلية تختار طريقة التي تناسبها وهناك رؤية معينة لكل كلية ولكن ما يتفق عليه هي دراسة أو هو دراسة الجسم البشري بشكل عام من جميع الزوايا فحينما يتخرج طالب طب من كلية في العراق ويتخرج طالب طب من كلية في بريطانيا سيكون من المفترض في الحالة المثالية سيكون لديهم تقريبا المعلومات الأساسية نفسها المعلومات الأساسية عن الجسم البشري نفسها هذا بشكل تقريبي فليس جميع الكليات تعتمد ترتيب واحد ولكن جميعها تتفق على العلوم الأساسية العلوم الطبية الأساسية والأساس بدراسة الطب يكون تقريبا واحد هذا شيء الشيء الثاني هل جميع الكليات أو جميع الكليات الطب حول العالم تعتمد نفس المصدر لا لكل كلية مصادرها الخاصة أو ترجح مصادر معينة للطلاب ولكن في النهاية المصادر نفسها تحمل تقريبا نفس المعلومات معلومات متقاربة أنا أقول بهذه أو أقصد بهذه الطريقة مثلا أن مور يقابله غريز تكستبوك كلاهما تكستبوك لا أقول مثلا أن مور يقابله مثلا غريز أنتومي فور تيترز هذا شيء مختلف ولكن من نفس الفئة فيحملون تقريبا إلى حد ما نفس المعلومات فاختلاف المصادر لا يعني اختلاف المعلومات هذا بشكل تقريبي أذكر مواقع لتحميل الكتب الألكترونية أنا شخصيا حينما أريد تحميل كتاب ألكتروني فأذهب إلى التليجرام أرى أن التليجرام من أفضل المواقع يحتوي على أفضل القنوات من حيث نشر الكتب بطريقة سليسة وتتوفر في كمية هائلة من الكتب وسأترك الروابط أسفل في الوصف أعطي نصيحة لمرحلة ثالثة بما يخص المصادر بشكل عام قبل أن أعطي نصيحة تخص المصادر أنا أنصح الجميع سواء كانوا مرحلة أولى أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة لا أهتم أنا أهتم بنقطة أو أريد أن أعطي نصيحة تنطبق بشكل عام في جميع الأوقات وجميع النقاط لا تهتم في دراستك لأخذ الدرجة فقط أي لا تدرس لأجل الامتحان فقط فهذا الشيء خاطئ وسيوقعك في مشاكل كثيرة حتى على صعيد الدرجة فسيوقعك في مشاكل كثيرة جدا اقرأ بطريقة أنك تريد أن تحتوي المعلومة تريد أن تمتلك المعلومة لا تقرأ بطريقة تريد فقط أن تذهب إلى الامتحان وتأخذ درجة عالية هذا الشيء خاطئ أعطيك سيناريو معين الآن أنا طالب في المراحل الأولى والثانية والثالثة اهتميت بشكل كبير في أنني أحصل على أعلى درجة ممكنة ولا أهتم في أنني فهمت المعلومة أو لا تركت هذا الموضوع تماما أتيت إلى سنة رابعة حينما أبحث في دماغي لا أجد كمية من التشريح جيدة لا أجد التشريح أصلا لأنني اهتميت فقط في الدرجة لا أجد كمية من الفيزيولوجي لا أجد ليس هناك فيزيولوجي ولا أناتومي ولا هستولوجي بشكل صحيح في دماغك فكيف تستطيع متابعة السنوات الدراسية الطب كوميولاتف كوميولاتف أي تكاملي وتراكمي تراكمي تنطبق أكثر تراكمي أنك يجب أن تدرس في المرحلة الطريقة معينة والثانية والثالثة وتتجمأ هذه كلها في حقيبة معينة في دماغك وتذهب من ثم إلى السنة الرابعة والخامسة والسادسة لكي تستخدم العدة الموجودة في هذه الحقيبة العدة لنقول أن العدة هي أصلا حقيبة معدنية فلنقول أن لديك عدة فهذه العدة ستستخدمها في هذه السنوات المتقدمة وأيضا هذه الست سنوات حينما تنتهي من دراسة الطب لمدة ست سنوات وتتخرج وتأخذ الشهادة قل مع نفسك قل أنني الآن بدأت في دراسة الطب هذا المعنى هذه أولا ثانيا فيما يخص المصادر أنا شخصيا أحبذ في السنة الأولى والثانية والثالثة دراسة الأنتومي والهستولوجي والفيزيولوجي والبايوكوميسري أحبذ دراسة هذه والإمبيريولوجي هذه خمسة أصبحت أحبذ دراستها على المصادر ولكن لنفترض مثلا أن طالب معين لا يستطع دراسة كل هذه الأمور على المصادر أنا شخصيا لم أستطع تطبيق هذه القاعدة 100% ولكن إلى حد ما أدرس الأنتومي في المصدر أستخدم مور وأدرس أيضا أحتاج الإمبيريولوجي أحتاج إلى أن أدرس في المصدر فأستخدم ما بين The Developing Human هكذا أيضا لمور وأيضا Langmans أستخدم هذين المصدرين في الإمبيريولوجي وسأضع هذه الروابات كلها أساسا المصادر جميعها موجودة في روابط واحد تستطيع أن تذهب إليه إلى الـ Google Drive وأيضا على الـ Google Drive وأيضا على تليغير موجودة هذه المصادر جميعها كل هذه المصادر موجودة في كل مكان تقريبا موجودة فيه Study of Life فأيضا أحبذ على الأقل مثلا دراسة الفيزيولوجي أيضا في المصادر مهمة لا تهتم الجامعات العراقية في الفيزيولوجي بشكل جيد فأحبذ دراستها على المصدر أما مثلا الباثولوجي أو الفيرموكولوجي فلا أحبذ صراحة دراستها في المصادر حاليا لأنك لن تستطيع أن تحوي المادة كلها اهتم في الأناتومي اهتم في الهيستولوجي والإمبريولوجي أفضل ركز اهتمامك إذا زاد لديك وقت اهتم بكل شيء ليس هناك شيء خاطئ ولكن في الغالب لن يكون هناك وقت بالإضافة إلى ذلك مصادر الباثولوجي إلى حد ما متشاعبة وإلى حد ما لا تستطيع أن تجد مصدر واحد يكفيك في كل شيء تستطيع أن تجد مصدر واحد يكفيك في الهيستولوجي ويكفيك أيضا في الامبريولوجي مصدر واحد للامبريولوجي مصدر واحد للهيستولوجي مصدر واحد للأناتومي مصدر واحد للفيزيولوجي لكن لن تجد مصدر واحد للباثولوجي لن يكون هناك شيء مثل هذا ستتعقد الأمور وستلاحظ أن هناك اختلاف ما بين محاضرات الدكتور والمصدر فأنا أفضل شخصيا دراسة الباثولوجي على محاضرات الدكاترة وحضور محاضرات الدكاترة حضور المحاضرات سواء كانت المحاضرات الألكترونية أو المحاضرات الحضورية شيء جدا مهم أما بما يخص مرحلة أولى فأنا لا أحبث الذهاب إلى المصدر بشكل مباشر فيما يخص المرحلة الأولى أنا أحبث بما يخص المرحلة الأولى أن تتعلم دراسة المصادر أولا وهذا الشيء يتم من خلال متابعة سلسلة مثلا سلسلة الجنيرال الأنتومي على الساديزاليف ستكون أكثر من رائعة بالنسبة لك وأيضا متابعة هذه المادة نفسها في مور بهذه الطريقة ستكون أنت تحضر الفيديوهات وتذهب أيضا إلى المصدر وترى الأمور في المصدر فبهذه الطريقة ستتعلم دراسة المصدر بماذا تنصح بدراسة النيورو أنتومي النيورو أنتومي سيكون هناك محاضرة مخصصة النيورو أنتومي ستكون بشكل overview عن النيورو أنتومي وأيضا سأذكر فيه أفضل المصادر التي أنا شخصيا أحب لدراسة النيورو أنتومي هذا الشيء إن شاء الله قريبا لن يكون بعيدا ما هي مصادر هناك أدت مصادر لغريز أنتومي فمنها ستظهر الصور لا أعلم هنا هنا لا أعلم ولكن ستظهر الصور هذا مصدر لطيف جدا ولكن أنا أفضل مور على غريز أيضا هناك غريز أنتومي أطلس هناك أطلس يحتوي فقط على صور وأيضا هناك غريز أنتومي فور تيترز هذا المصدر الكبير الضخم للأنتومي أحيانا حينما أنا أريد أن أعمل محاضرات غير موجودة مثلا في مور بعض التفاصيل مثلا البطلة لم أجدها في مور بشكل كافي فذهبت إلى غريز أنتومي فور تيترز لكي أعمل هذه المحاضرة فقط فحينما لا أجد المعلومات في مور حينما أذهب إلى غريز أنتومي فور تيترز أجد كل شيء فهذا المصدر الكبير فهذه المصادر الثلاثة تعتبر هي سلسلة غريز لا أعلم إذا كان هناك مصادر أخرى ولكن ما أعلمه هو غريز أنتومي أطلس وغريز أنتومي تيستبوك فور ستودنس وغريز أنتومي فور تيترز كيف يكتسب مهارة المطاولة بالدراسة قبل أن أجيب على هذا السؤال يجب أن أسأل سؤال آخر هل مهارة المطاولة أو هل تستطيع أساسا المطاولة في الدراسة وما هي المدة أساسا المدة التي نستطيع أن نقول مثلا حينما نرى شخص معين نحكم عليه أنه يستطيع أن يطاول بالدراسة ما هي المدة أساسا هل هناك مدة معينة إذا تجاوز هذا الشخص أو إذا وصل إليه أن أقول عليه أن هذا لديه مهارة المطاولة في الدراسة أو لا أنا شخصيا أعتقد أن لكل شخص صفات خاصة صفات خاصة تختلف من شخص إلى آخر أنا شخصيا لا أستطيع أن أدرس أكثر من خمس ساعات متواصلة في اليوم الواحد أكثر من خمس ساعات في اليوم الواحد لا أستطيع وأحبثها أن تكون متواصلة لا أحبث أن أقطع ما بين مثلا أدرس ساعتان وأقطع وأدرس ساعتان ونصف وأقطع لا أحب هذا الشيء أحب أن تكون هناك جلسة واحدة فقط فهذا الشيء يختلف من شخص إلى آخر مثلا هناك أشخاص يدرسون في اليوم ثمانية ساعات تكون على جلستين جلسة صباحا وجلسة مثلا عصرا بهذه الطريقة فهناك طباعة مختلفة وهناك قدرات مختلفة أنا شخصيا جربت كثيرا أن أدرس لساعات طويلة ولكن وجدت أن في كل تجربة كانت تفشل وكانت النهاية الدراسة فقط خمس ساعات ففكرت في تطوير طرق أخرى لزيادة الإنتاج في فترة زمنية قصيرة وليست زيادة عدد الساعات بهذه الطريقة هذا أولا ثانيا بعض الأشخاص لا يستطيع أن يجلس لمدة ساعة واحدة فقط هنا خلل هذا خلل ما هو الخلل وكيف يتم علاجه الخلل حينما لا تستطيع أن تجلس لمدة ساعة كاملة تدرس فهذا يعني أن هناك خطأ أما في خطة الدراسة أو طريقة الدراسة أو خطأ في مستويات معينة أعطيك أمثلة بسيطة حينما مثلا أنا أدرس التشريح حينما أدرس التشريح أواجه صعوبة لأنني لم أعتد على بعض المصطلحات فأواجه صعوبة هناك حينما أدرس التشريح أنا أحفظ بالنهاية وأتصور وأتعامل مع مادة جديدة بالكامل فبالنهاية يكون هذا الشيء صعب وبالعادة دراسة التشريح يصعب أنا لدي شخصيا يصعب المطاولة لساعات طويلة جدا ويصعب مثلا دراسة كمية كبيرة من المادة في يوم واحد فمثلا لا أستطيع أن أدرس الأبرلم على مثلا يومين أو ثلاثة مثلا لنفرض أنني لم أدرس الأبرلم لا أستطيع أن أقوم بهذا الشيء أحتاج إلى تقسيمه لكي يتم دراسة ثم مراجعة دراسة ثم مراجعة هذه طريقة دراسة التشريح أما مثلا حينما أنا درس الأناتومي ودرس الهستولوجي ودرس الإمبريولوجي وأذهب إلى الفيزيولوجي الفيزيولوجي تستطيع أن تطاول الدراسة إلى ساعات طويلة لأنك في النهاية ستأخذ مفاهيم وترتبها بطريقة معينة في دماغك لن يكون هناك مثلا في الغالب كمية المصطلحات الجديدة ستكون محدودة ولكن ستكون المفاهيم إلى حد ما كثيرة ولكن ستكون أسهل سيكون هناك القدر على المطاولة في الدراسة فأحيانا المادة الواحدة أو اختلاف المواد يؤدي إلى اختلاف عدد الساعات التي تستطيع أن تدرس فيها المادة في اليوم الواحد وأيضا هناك طريقة الدراسة مثلا مثلا أنت حينما تريد أن تدرس التشريح أنا مرت في هذه الحالة فذهبت مثلا إلى دراسة التشريح أو دراسة المواد بشكل عام قررت في يوم من الأيام أنني أريد أن أدرس المواد جميعها في المحاضرات وأترك المصادر بشكل كامل في سمستر واحد فقط لم أجد القدر على هذا الشيء لم أفهم في المحاضرة أبدا كانت نسبة الفهم تقترب من الصفر تقترب من الصفر ليس هناك ترابط بالمعلومة فلم أستطع أن أكتسب لم أستطع أن أطاول في الدراسة جلست أربع ساعات لكي أدرس محاضرة واحدة فقط كانت سخيفة جدا استغرقت أقل من ساعة لدراستها في المصدر ولكن أربع ساعات لم أستطع أن أدرسها بشكل جيد في المحاضرة والسبب ليس هناك ترابط بالمعلومات ليس هناك طرح صحيح للمعلومة فبالنهاية وجدت أنني أدرس وأتوقف أدرس وأتوقف أشعر أنني ضاع فبالنهاية اضطررت إلى أن أذهب إلى المصدر وأدرس من جديد وأدرس بطريقة مختلفة وعدت إلى المصادر على رغم أن الوقت كان ضيق والمادة أساسا في المحاضرة ضخمة جدا ولكن مع ذلك وجدت أنني مضطر ففي بعض الأحيان تكون المحاضرة نفسها هي المشكلة وفي بعض الأحيان تكون أنت المشكلة مثلا أنت حينما تدرس مادة معينة مثلا لنفرض أن المحاضرة ليس فيها أي مشكلة ولنفرض أنك تدرس في المصدر فتدرس جزء معين من المصدر وتنتقل مباشرة إلى الجزء الآخر وجزء الذي بعده وجزء الذي بعده وهكذا ولا تربط هذه الأجزام مع بعضها البعض مثلا حينما تدرس أعظام الجمجمة ولا تربطها مع المثلا مع السوفت تيشيوز مثلا مع الفاسلز مع النيرز لا تربط هذه المفاهيم مع بعضها فتصبح المعلومات لديك مختلطة أو تشعر أنك ضاع فهذا الشيء أيضا فمن المحتمل أن نطرق الدراستك خاطئة ومن المحتمل أن المصدر الذي تدرس من سواء كان المحاضرة أو المصدر نفسه الرفرنس أو المحاضرة أو اللكتور يكون فيها مشكلة وهناك أمور كثيرة ممكن أن تؤثر على المهارة المطاولة في الدراسة فيجب عليك أن تبحث في كل هذه الأمور وتذرق الإطالة بهذا السؤال ولكن أعتقد أن الإطالة كانت ضرورية كيف أوازن ما بين الحفظ وفهم المادة كيف أتأكد أني على الطريق الصحيح هذا السؤال لا أحدد ما الإجابة عليه ليست في السهلة في الأمر السهل صراحة ولكن الموازنة بين الحفظ والفهم الآن أنا شخصيا أحبذ فكرة أن أفهم وأترك الحفظ فقط للمصطلحات مثلا حينما يأتي على مسامعي مثلا المصلتون ما هي المصلتون أنا لا أفكر كثيرا في حفظ النص تعريف ما هي المصلتون لا أفكر كثيرا في هذا الشيء ولكن أفكر في فهم في فهم ماذا يعني المصلتون وفهم جميع التفاصل التي أحتاجها ومن ثم أحفظ مصطلح ما صلتون هناك مصطلحات إلى حد ما صعبة مثلا كريبتوركيدزم ما هي كريبتوركيدزم مثلا هذا المصطلح أنا أريد فهم هذا المصطلح بالأول ومن ثم حفظ اللفظ وطريقة كتابة هذا المصطلح فبهذه الطريقة تستطيع أن توازن ما بين الحفظ والفهم ضف على هذا كيف أتأكد أنني على الطريق الصحيح الآن أنت حينما تدرس التشريح ما هي الغاية من دراسة التشريح اسأل نفسك هذا السؤال حينما تدرس الباثولوجي ما هي الغاية من دراسة الباثولوجي حينما تسأل مثلا نفسك ما هي الغاية من وجودي الآن أنا وأنا وضع الكتاب أو الملزمة مثلا بين يدي وأنا أقرأ والمحاضرة بين يدي وأنا أقرأ ما هي الغاية من وجودي أصلا الآن الغاية من وجودك أنك تفهم كل شيء موجود في هذه المحاضرة طيب كيف أتأكد أنني فهمت كل شيء حينما أدرس مثلا تشريح سأعطي المثال على التشريح بأعتبر أن أكثر الساعات التي صرفت في هذه القناة كانت على التشريح أنا حينما أدرس مثلا تشريح الأبرلم درست أنا الأبرلم ودرست اللورلم ودرست الهد ودرست الجزء من النك ودرست مثلا الأبديمن ودرست الثورس والبالفس ودرست البارك درست كل هذه الأمور تقريبا الآن حينما أغمض عيني وأريد أن أتصور الجسم البشري أريد أن يكون هناك 3D هناك 3D projector inside my mind فأريد أن أتخيل كل شيء وأتذكر كل شيء أعذر اللفظي في اللغة الإنجليزية لأنني حينما أتحدث بالعربي أنسى اللفظ الإنجليزي لا أعلم لماذا ولكن هذه الحقيقة فأريد أن أتصور كل شيء فأستطيع أن أتصور مثلا الأكزلري أرتري يخرج مثلا من نقطة معينة ويدخل إلى الأرم في نقطة معينة أو يخرج بطريقة معينة من الأكزل ومن ثم حينما يدخل فيها الأرم بنقطة معينة يصبح بركيال أرتري ومن ثم يخرج البركيال أرتري من الأرم ويعمل بايفوركيشن أي يتفرع إلى فرعين ويذهب وهكذا فأستطيع أن أتتبع الأمور بشكل صحيح هنا أستطيع أن أقول لك أنك على الطريق الصحيح وقد تمت الأمور لديك بشكل جيد هذه هي الغاية من التشريح ويجب عليك أن تحفظ الحفظ حينما تتصور الأمور وحينما تستخدم هذه الفيجولايزيشن سيكون الموضوع سهل في مسألة حفظ المصطلحات وأيضا هي هذه الغاية ليس هناك غاية أخرى ليست الغاية من دراسة التشريح أنك تحفظ هناك أكزلاري وهناك بركيال ولكن أين هو الأكزلاري وإين هو أكزلاري أرتري وإين هو البركيال أرتري لا أعلم ربما هكذا لا هذا لا ينفع يجب عليك أن تتصور هناك 3D Projector في الدماغ هذه نقطة مثلا حينما نذهب إلى الفيزيولوجي مثل ما قلت المسل تون هذا شيء يشرحه الفيزيولوجي فحينما تذكر مثلا المسل تون المسل تون هو كذا وكذا 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 وهذا هو المسل تون هذا خلص أنت أصبحت خبير في هذه المعلومة فحينما تتأكد أنك فهمت المعلومة وتستطيع أن تشرحها لشخص آخر تستطيع أن تخبر بهذه المعلومة لأشخاص آخرين فيعني أنك على الطريق الصحيح لكل مصدر فيه أسلوب معين ومن الصعب أن تأتي مباشرة للمصدر وتدرس وتعي كل المعلومات التي فيه وخصوصا يوجد ربط بين العلوم الطبية كيف يمكن لحضرتك الذي هو أنا أن تتجاوز هذه الأمور وأن تفهم وتعي كل ما في المصدر أنا شخصيا في أغلب الأحيان حينما أكون متعمق في الدراسة وحينما أريد أن أدرس بشكل فعلي أدرس بطريقة وكأني أحقق في قضية معينة مثلا حينما أريد أن أدرس فأنا سأدرس بطريقة وكأنني أريد أن أحقق فالشخص الذي يريد أن يحقق بشكل عام مثلا لنأخذ المحقق كونان في مثالنا هذا فهذا المحقق كونان سيذهب إلى جميع التفاصيل وسيراقب كل شيء كل شيء وكل الأشخاص وكل الظروف وكل الأمور لكي يصل إلى استنتاج لكي يصل إلى حكم في القضية في قضية معينة فأنا حينما أدرس أستخدم هذه الطريقة أدرس وكأن هناك قضية يجب علي أن أحلها مثلا أن أحفظ وأن أفهم جميع الـ Neurovascular Structures الموجودة في الهد فأقوم بتتبع كل نيرف وكل آرتري وكل فين في الرأس بشكل إلى حد ما هكذا فبهذه الطريقة لن يهمني كمية التفاصيل التي سيتم طرحها ولن يهمني هل هذه التفاصيل معقدة أو ليست معقدة أنا أريد أن أصل لنقطة معينة فأتعامل بهذه الطريقة كالمحقق فحينما أتعامل بهذه الطريقة ستتوضح الأمور لن يكون هناك صعوبة لأن هناك محاولة لاختراق هذه الصعوبة فهمتم الأمر؟ الآن حينما يكون لديك باب مغلق هذا الباب المغلق لن يبقى مغلق لو أتيت بالمفتاح الصحيح له أو لو حاولت فتح هذا الباب فلن يبقى مغلق إلى الأبد ولكن سيبقى مغلق إلى الأبد لو لم تحاول بإيجاد المفتاح الصحيح أو لم تحاول في فتح هذا الباب فسيبقى مغلق هذا بشكل بسيط أيضا أنا أفهم أن كل مصدر له وظيفة معينة مثلا حينما أذهب إلى مصدر الأناتومي أنا أعلم ما هي حدود الأناتومي بداية ونهاية الأناتومي ما هو حينما يدخل هناك ماكرو سكوبك ستركشورز أصبح من أصبح هذا هستولوجي فأتوقف هنا أتوقف ولا أتدخل كثيرا في عمل الهستولوجي وأنا في الأناتومي وحينما أذهب إلى الهستولوجي وأجد أن هناك دخول في مسألة الفيزيولوجي فأتوقف هنا ولا أتدخل كثيرا حتى أن لم أفهم فلا أتوقف كثيرا لأنني أعلم أن هذا الشيء في الفيزيولوجي وأنا أقعد للفيزيولوجي لكي يفهمني هذه المعلومات مثلا فأعلم حدود كل مادة أين تبدأ وأين تنتهي ومثلا حينما يقول أن هذا الشيء يسمى هكذا نسبة إلى الإمبريولوجي فلا أتعب ذهني كثيرا في فهم هذه النقطة لأنني أعلم أن هذا الشيء في الإمبريولوجي فحينما أذهب للإمبريولوجي هناك تفاصيل في الإمبريولوجي ليست من عمل الأناتومي مثلا أو الهستولوجي فكملخص لكل ما قلته أنني أستخدم هذه طريقة التحقيق بالموضوع فبهذه الطريقة ستكون هناك أو باب مغلقة في وجهي ولكن حينما أحاول أن أفتحها ستفتح بنهاية فهذه هي الطريقة التي أستخدمها وبمرور الزمن ستسهل المسألة بشكل كبير وستكثر المهارات بشكل كثير وستقل كمية الأبواب المغلقة وسيصبح هناك مفتاح في جيبك لكل باب تغلق في وجهك بخصوص الكلام عن المصادر والطب هل الكورسات الطبية مفيدة؟ وبأي كورس تنصحنا لدراسة المواد الطبية ولأسيما في المراحل المتقدمة أنا شخصيا لم أدخل كورس طبي في حياتي أبداً حتى الكتيريو التي كنت أريد أن أدخلها ولكن لم يحالفني الحظ ولا أعلم بالإبادة ربما لأنه ليس هناك وقت لا أعلم ولكن لم أدخل مسألة الكورسات لم أتطرق لها ولكن أنا أعتقد أن كمية المعلومات الطبية الموجودة بالمصادر والموجودة في كل مكان حتى على الإنترنت على المواقع الطبية المعترفة والموثوق بها فهي كمية هائلة وكمية ليست بالقليل أبداً وكمية كافية لأي شخص لكي يدرس الطب بشكل احترافي بدون أي شك في هذه النقطة التي ذكرتها فمسألة الكورسات لا أعتقد أنها ستغني عن هذه المصادر وأعتقد أن المصادر وهذه ما ذكرتها كلها لو ذهبنا إليها بشكل جيد واهتمينا بمسألة المهارات التي لدينا فلن نحتاج إلى كورسات أنا شخصياً لم أحتاج إلى كورسات ولكن حينما قررت مثلاً أنني أريد أن أدخل لكتيريو مثلاً أريد أن أشتري في لكتيريو لم تكن فقط لأجل دراستي أنا الشخصية لكن أردت أن أطلع إلى الكليات الأخرى أو على الدول الأخرى كيف تدرس مثلاً وأيضاً أردت أن أطلع على طريقة تدريس لكتيريو لكي تبع طرق أو لكي أطلع على طرق أخرى في التدريس لأجل القناة فبهذه الطريقة فأنا شخصياً لم أدخل في مجال الكورسات فلا أستطيع أن أطرعي الصريح 100% ولكن أعتقد أن طالب الطب لا يحتاج إليها بشكل كبير ولكن هذا يعتمد أيضاً على الكورس فمثلاً حينما ستقوم في يوم من الهيام Studies Alive بكورس على أرض الواقع أنصحك في أن تذهب إلى هذا الكورس لأن Studies Alive لن تدقق فقط على أعطائك المعلومات الموجودة في المصادر ستدقق على سقل مهاراتك أهم بكثير من أعطائك مجرد معلومات تستطيع أن تدرسها أنت في المصدر فإذا كانت هناك كورسات بهذه الطريقة فاذهب لها ولا تسألني كيف يمكن للفرد أن يعرف المجال الذي هو ماهر فيه؟ هل عن طريق الحب أم عن طريق خوض التخصصات المختلفة في حياة طالب الطب والتي ستكون بمثابة الحكم عليه في التخصص المناسب له خلال ستة سنوات هذا السؤال أعتقد أنني غير ما أهل الإجابة عليه لأنني لا أزال مرحلة ثالثة ولكن أنا مثلا أقول أنني أريد أن أصبح نيورو سيرجون أي جراح مخ وعصاب ولكن أجد في بعض الأحيان أن هذه الجراحة محدودة أرى بهذه الطريقة أرى أن الكارديو أوسع أرى أن جراحة القلبية أوسع ولكن أعود لنقطة أخرى أيضا أنني لا أريد أن أصبح جراح دماغ فقط أريد أن أدرس عن الدماغ أكثر لأنه يثير اهتمامي أكثر من أي عضو آخر في الجسم فهكذا فالمسألة تعتمد على الحب وتعتمد على المهارات التي يملكها أو التي يكتسبها الشخص الذي هو الطالب وإلى آخر من هذه الأمور فالمسألة لا تملك جانب واحد وإنما جوانب متعددة أو تعتمد أيضا على الظروف من المحتمل أو الظروف بعض الطلاب حينما تقول له لماذا دخلت كلية الطب يقول لك أنني وجدت أو رأيت أبي مريض أو توفى أمامي شخص أو ربما تعتمد على الظروف الذي مر بها هذا الشخص ربما تعتمد على توجهه تعتمد على رغبته فليس هناك شيء على ما أعتقد ليس هناك شيء ثابت ولكن أعود ليقول أنني لا أعتقد أنني مؤهل للإجابة على هذا السؤال هل الذي لا يسافر إلى الخارج بأي ظرف ولا سيمة الظروف المادية أو بإرادته أن يخوض حياة الطب والتخصص التي يريده في بلده ولا سيمة الإراق هل هذا يؤثر بعلميته هل يكتسب ما يكفي أم يحتاج إلى علمية أكثر من سفره بالخارج الآن أنا من كتب هذا السؤال ولكن إلى حد ما هناك ركاك في أسلوب طرح هذا السؤال ولكن أنا من كتبت هذا السؤال عموما أنا من كتبته بناء على كلام شخص آخر لننخص المسألة بهذه الطريقة الآن إذا الطبيب لم يسافر خصوصا في العراق أو في الدول العربية لم يسافر وبقي في بلده ويريد أن يتخصص في جانب معين وبقي في بلده ولا يريد أن يسافر إلى بلد آخر هل هذا هل هذا الشيء سيؤثر على أن يجعله طبيب ناجح أو لا أعتقد أنه سيؤثر ولكن لا يعني أنه لن يصبح طبيب ماهر إذ لم يسافر ولكن سيؤثر سيضيف مثلا حينما تسافر إلى دولة معينة تمتلك تقدم عالي في المجال الطبي وهناك عمليات لا تقام مثلا في الدول العربية بشكل عام ولا تقام في كثير من الدول تقام بهذه الدولة مثلا فمن المؤكد أنك ستتعلم مهارات جديدة وطرق جديدة في العلاج فمن المؤكد أنك ستصبح أفضل ولكن هل إذا بقيت في بلدك واستخدمت المصادر الموجودة واستخدمت الأمور المتاحة في المجال الصحي في بلدك مثلا العراق هل يعني أنك ستصبح دكتور فاشل لا هناك أطباء درسوا وتخصصوا داخل العراق وهم ليسوا فاشلين ولكن الاطلاع والتطور والتقدم مثلا الآن عملية معينة تقام هنا في العراق مثلا هناك دكتور مذهل يقوم بهذه العملية ولكن هذا الدكتور سيستخدم الأجهزة المتاحة لو أتيحت له فرص ولو أتيحت له أجهزة معينة أخرى وهناك طرق أخرى في أداء هذه العملية ستكون نسبة المرتالي فيها أقل نسبة الوفيات فيها أقل وتكون نسبة السايد افكت مثلا أقل وتكون نسبة الشفاء أسرع وإلى آخره فهذه الأمور هنا تحتاج إلى الاطلاع إلى ثقافات أخرى وإلى دول أخرى وإلى أنظمة أخرى لكي تتعلم الأمور الكثير عن هذه الأمور فبالنهاية هو لن يعيق أن تكون دكتورا ناجحا ولكن حينما تذهب إلى الخارج ستصبح دكتورا أكثر ناجحا بهذا المعنى الخوف من الفشل ما رأيك فيه؟ هل هو مؤشر تحفيز أم هي أفكار لا معنى لها؟ الآن كلنا نخاف الفشل أنا اليوم حينما أستيقظ صباحا اليوم صباحا الآن أنا أسجل في فترة الليل صراحة ولكن لنقول أنني استيقظت صباحا وأنا في دماغي ماذا في دماغي؟ هناك امتحان فيز في نهاية هذه السنة وهناك قناة لا أريد أن أقطع فيها وهناك مواد طبية أساسية وهناك مصادر وهناك إلى آخره وأعددهم فيكونون كثيرين سأخاف من أن أفشل من المؤكد أنني سأخاف ولكن هل هذا الخوف يصل إلى درجة القلق والتوتر لدرجة أنني لا أقوم من السرير أصلا خوفا من مواجهة هذه الأمور كلها؟ لا ولكن هناك خوف ولكن إذا وصل الخوف للمرحلة التي لا أستطيع أن أقوم من الفراش لأنني أشعر أن المسألة أثقل مني أشعر أن هذه الحالة التي أنا في حياتي أثقل مني فبهذه الطرقة يكون الخوف هذا مبالغ به جدا ولا معنى له فعلا ولكن يجب عليك أن تستخدم هذا الخوف في الطرق الصحيح فمثلا لنأخذ المسألة في هذه البساطة الآن أنت لو خفت الآن لنفرض أنك جالس في غرفتك جالس في بيتك لو خفت من المحيط الخارجي من الشارع مثلا الشارع أقصد فيه خارج البيت لو خفت من خارج البيت أن يدخل مثلا سارق معين إلى بيتك لو خفت فستقوم بإغلاق الباب ولكن لو لم تخف لن تغلق الباب وبالنهاية الذي لا يخاف لا يأمن ومن خافه أمن فبهذه الطرف حينما تخاف من الفشل ستذهب باتجاه يجنبك الفشل هذا هو الخوف الصحيح أما الخوف غير الصحيح أنك مثلا تخاف ولا تقوم من السريل لأنك تخاف من المواجهة فهذا هو الفشل بعينه هل طالب الطب عليه التركيز فقط على الطب أم يمكنه ممارسة هوايات ثانية وهل هذا يؤثر على دراسته خذني أنا مثلا لك أنا أهتم باليوتيوب أحب اليوتيوب وأحب أن أظهر على العلن على الرغم من أنني في سيرتي بشكل عام أنا لا أحب أن أخرج من الغرفة بشكل كثير لكن لا أعلم لماذا أحب أن أظهر للعلن لا أعلم هناك تضارب في بعض الأحيان أشعر هنا هناك تضارب ولكن بشكل عام أحب الاهتمام باليوتيوب أحب التدريس أحب أن أظهر أمام الكاميرا وأتحدث أحب هذا الشيء فهذه إلى حد ما هواية ولكن هي أكثر من كونها هواية ولكن لنقلتها هواية فأنا أهتم بهوايتي على الرغم من أن هناك ضغط دراسي ولكن أهتم بهوايتي وأدرس أدرس بالشكل الكافي فيكون اهتمام بهذا الجانب واهتمام بهذا الجانب لا أترك هذا الجانب ولا أترك هذا الجانب لا أترك الدراسة ولا أترك اليوتيوب ولكن يجب عليك دائماً أن تفكر في مسألة أن هناك مهم وهناك أهم الدراسة دائماً تكون أهم ولكن مثلاً نسبة لك ليكون اليوتيوب مهم ليس هنا لك شيء خاطر لتكون مشاهدة المباراة مباراة مباراة الدور الاسباني انا صرح لا اعلم فكرة القدم ضعيف جدا لا اعلم لماذا ما هو السبب ولكن هي رياضة جميلة جدا ولكن لا اعلم لماذا انا لا لست جيد فيها ولكن اه مثلا اه لعب مثلا على الكمبيوتر او على الكونسول اجلسة الكونسول التي هي بلاي ستيشن اوكي فهذا الشيء هوايات لطيفة تجعلك تفصل عن الطب وعن الدراسة بشكل عام لا تتركها لا تكون هكذا لا تتركها لا تتركها مارس كل شيء مارس كل هواياتك ومارس كل شيء وادرس وايش حياتك لا تتقوقع في الطب ولا تتقوقع في تخصص معين اخرج حياة الطبيب مليئة بالانفاجآت ولكن ان حصل فشل في حياته العملية في حالة مرضية وادت الى وفاة المريض هذه الامور تحصل في حياة كل طبيب حتى ان ناجح ان فقط الطبيب الذي علميته قليلة الان مهما كان الطبيب ناجح ومهما كان لديه علمية لابد ان يكون هناك ضعف في نقطة معينة على ما اعتقد ان الجميع سيواجه هذه الحالة انا شخصا اعتقد انني سيواجه هذه الحالة في يوم من الايام ما لعلم انه يجب ان تسعى تجنب هذا الشيء لا يعني انك خلاص سلمت في المسألة وانا لابد ان يأتي في يوم من الايام ويكون وفاة مريض على على يديه لانني لن استطيع ان اهرب من هذا الشيء لا لن اتعامل مع الامور بهذه الطريقة ولكن اه يجب علي ان اتجنب قدر الامكان ويجب علي ان اتقبل ايضا في بعض الاحيان الامور ولكن يجب علي ايضا ان ادقق في مسألة ان حياة المريض اه الذي بين يديه ليست حياة واحدة فقط هنا لك ام وهنا لك اب ويمكن ان يكون هنا لك زوجة واولاد فهذه الامور ستسهل الى حد ما تجنب هذا الشيء لكن بالمقابل اه انني يجب ان اتعلم من اخطائي الان نحن نستطيع ان نقارن هذا الشيء بشيء اخر هل تستطيع ان تجد انسان لا يخطأ مستحيل حتى على صعيد الانسان نفسه فهل الطبيب انسان ام ماذا ما هي اهم المواد في المرحلة الثانية بكلية الطب والتي تنفعني بشدة بالعمل مستقبلا ليس هناك مادة مهمة ومادة غير مهمة ولكن هناك مادة اهم هناك مادة اقل اهمية هذا بشكل عام اهم المواد في السنوات الثلاثة الاولى هي الاناتومي الهيستولوجي فيزيولوجي بايكومستري وامبريولوجي ركز على هذه المواد الخمسة لا اقول انك تترك باقي المواد ولكن هذه المواد اجعلها محور اهتمامك في اول ثلاث سنوات ليس فقط في المرحلة الثانية او المرحلة الثالثة في اول ثلاث سنوات تركز على هذه المواد الخمسة حينما تذهب مثلا الى السنة الرابعة والخمسة والسادسة ويكون لديك كمية كافية من الاناتومي والهيستولوجي والفيزيولوجي والبايكومستري والامبريولوجي ستحتاج فقط الى ملء الفراغات الى حد ما حينما تذهب الى الباثولوجي مرض معين مثلا المرض معين سيكون هناك ديفاكت في نقطة معينة من الجسم سيكون هناك ديفاكت وهذا الديفاكت سيسبب هكذا فستصبح المسألة عبارة عن تجميع ليحجية معينة بهذه الطرقة فستقل الصعوبات بشكل كبير فانا انصح في الاهتمام بهذه المواد الخمسة بشكل كبير ولكن ايضا وجه بعض الاهتمام الى مواد اخرى ولكن اجعل محور اهتمامك هذه المواد الخمسة وان شاء الله بالمستقبل ستنفعك هذه النصيحة بشكل كبير اذا طبقتها وايضا اه في المستقبل ستطرق الى المعلومات الاخرى والى العلوم الاخرى وستتكامل الامور وما الى مستقبل ستطرق الى المدعسة ومشات مقابلات الى المدعسة كما كتبات الى المدعسة الى المدعسة؟ الآن السؤال باللغة الإنجليزية ولكن الي اجابة عليها ستكون باللغة العربية لأن من طرح هذا السؤال أساسا هو عربي ولا على المصراحة لماذا كتب في اللغة الإنجليزية الآن جميع الكتب متوفرة على قناة التليجرام وأسفل في الوصف ستجد جميع الكتب إن شاء الله ستجد جميع الكتب في حالة لم تجد جميع الكتب فقلب في أي فيديو آخر ستجد الروابط التي تنقلك إلى المصادر التي تحتاجها وإلى جميع هذه المصادر التي تجيب على هذا السؤال بشكل عملي فجميع المصادر التي ينشرها سواء كان على قناة التليجرام أو على قناة اليوتيوب أو في هذه الروابط التي يشاركها معكم فهي جميعها مهمة وجميعها أنا أرشحها بهذه الطريقة وأنا أذكر هذه الأشياء في الفيديوهات مثلا اناتومي مور اه امبيريولوجي لانغمانس والذي هو أيضا مور هو الكاتب مور وأفضل لالفيزيولوجي أفضل جنكيرة للهستولوجي إذا كان اللفظ صحيح وأفضل أيضا لبنكوت في البايوكومستري ولكن إذا هناك في البايوكومستري هناك الكثير من الكتب صراحة لكل كتب تخصص معين ولكن أنا أفضل في بادي الأمر كنقطة انطلاق لبنكوت مثلا وفي الفيرمكولوجي أيضا لبنكوت ومثلا في الباثولوجي أفضل روبين أعتقد أنه روبين من أفضل الكتب وأيضا هناك الكثير من أي أن هناك تجميع أو مختصر لجميع الأمراض المهمة والشائعة والمهمة للميديكال بايسيك ساينس موجودة في مصدر واحد الذي هو مور ولكن لا يعني أنه مثلا هو يتفصل في كل مرض بشكل كبير نحتاج إلى مصادر أخرى لكي تتفصل في مرض معين مثلا السبسز لن تجد عليه الكلام الكثير في روبين ستحتاج إلى مصادر أخرى لهذه الطرق أنا مرحلة ثانية طب ولدي الكثير من التراكمات من المرحلة الأولى ماذا أفعل وهل يؤثر على المستقبل أنا أقول أن ليس هناك طالب طب على وجه الكرة الأرضية ليس لديه تراكمات هذه حقيقة أنا مقتنع فيها وأريد رأيكم في هذه المسألة لكي ينظر الشخص الذي سأل هذا السؤال أو الأشخاص الذين يتبادر في أذهانهم هذه الأسئلة ينزلوا تحت في التعليقات ويروا أيضا آراء الطلاب مهم أن يروا آراء الطلاب لكي يعلموا ويتأكدوا أن مسألة التراكمات هي فرض على جميع الطلاب وهي حالة شائعة بين جميع الطلاب هذا فقط الذي يريده من هذه النقطة أما مسألة التراكمات وكيف التخلص منها لن تستطيع التخلص منها بشكل كامل لأنك حينما تريد أن تتخلص من التراكمات فيتكون لديك تراكمات جديدة فمسألة التراكمات ستبقى إلى الأبد بهذه الطريقة ولكن حينما تتقدم في السنوات الدراسية ستعود المواد معك مثلا أنا الآن في المرحلة الثالثة أحتاج إلى مراجعة عدد من المواد وحينما أتخطى المرحلة الثالثة وأذهب إلى الرابعة سأحتاج إلى مراجعة مواد أخرى وفي النهاية المواد التي صنع فيها تراكمات ستعود لكي تعمل ريسايكلينج بهذه الطريقة فلن يكون هناك تراكمات كثيرة ولكن هذا الشيء يحتاج إلى وقت ولكن السيطرة على التراكمات أنا شخصيا أحبذ أن تضع وقت معين سواء كان في الأسبوع يوم واحد في الأسبوع أو ساعة وحدة في اليوم مثلا تدرس فيها التراكمات لمواد معينة مواد مهمة مثلا أنت لم تدرس الأي سي جي ضع ساعة في اليوم للأي سي جي ساعة تكون منفصلة عن دراستك الحالية لم تدرس التشريح بشكل جيد ضع ساعة في اليوم للتشريح في كل يوم لم تدرس مثلا الفيزيولوجي ضع ساعة للفيزيولوجي وهكذا بهذه الطريقة ألا أعتقد أن هذه أفضل طريقة لحل مسألة التراكمات كيف لا يكون لدي تراكمات؟ الآن أنا أجبت على هذا السؤال لن تتحقق هذه النقطة سيكون دائما لديك تراكمات ولكن الآن لنأخذ فكرة معينة لن تستطيع أن تمنع المرض عن الناس أبدا لن تستطيع أن تصل لحالة يمنع المرض عن الناس ولكن تستطيع أن تقلل المرض فالأفضل أن تقول كيف أقلل تراكمات وكيف أمنع تراكمات وليس كيف أمنع تراكمات فكيف تقلل التراكمات حينما تزيد هذا الساعات الدراسة وتنظر الآن نحن كطلاب مهما زدنا ساعات الدراسة سيبقى هناك تراكمات ولكن قلت أنه إذا وضعت ساعة في اليوم للمادة مثلا أنا لم أدرس الـ ECG بشكل جيد أحتاج إلى ساعات أخرى للـ ECG فسأخذ ساعة في اليوم لدراسة الـ ECG وأدرس موادي ودروسي في هذه السنة بشكل سلس ولكن أحتاج إلى ساعة في الـ ECG كل يوم أو مثلا أحتاج إلى يوم واحد فقط أدرس فيه مواد تراكمت علي مثلا فأنا يكون هناك تقدم يعني يكون هناك متابعة ولكن يكون أيضا هناك تشطيب للتراكمات بجانب آخر فبهذه الطريقة أعتقد هذه أفضل طريقة أنا شخصي كيف يتميز الطالب بكلية الطب الآن هذا السؤال إلى حد ما على ما أعتقد أن الإجابة عليه لا تتم بكلمة أو كلمتين ولكن تقريبا كل هذا الفيديو يحوم حول هذه النقطة كيف يتميز الطالب فحينما يمتلك الطالب المعلوم هو لا يفكر فقط في الامتحان فعلى ما أعتقد أن هذا دقطة أضاف إلى صالحه وأيضا سيساهم بشكل كبير في تمييز الطالب فكلما فكر الطالب في احتواء المعلومة وكلما فكر الطالب في التعامل مع المعلومات وكأنه محقق كونان كما ذكرت في أحد الأسئلة وكلما زاد عدد الساعات من الدراسة وكلما فكر في ربط الأمور مع بعضها البعض وتأكد أنه على الطريق الصحيح فأعتقد أنه سيصبح طالب متميز أنا مرحلة ثانية ما أفضل طريقة للدراسة وهل أستطيع أن أتمد على الهاند بوك أو الورك بوك؟ الآن الهاند بوك هو عبارة عن تجميع لعدة مصادر أو ملخص لعدة مصادر مثلا ستجد الهاند بوك للميتابوليزم فيه معلومات من لبين كوت وفيه معلومات من ماركس ميديكال فيو كامستر وفيه معلومات مثلا من مصادر أخرى وفيه إلى آخر من هذه التفاصيل ولكن لن يكن هذا الهاند بوك فيه معلومات تفوق مثلا مصدر معين لن يكون هناك المعلومات التي تفوق المعلومات الموجودة في لبين كوت ولكن ستكون تجميع من أدة مصادر هذا هو الهاند بوك فأنا أحب صراحة دائما دراسة الهاند بوك لأنه يربط ما بين المصادر وكتاب جيد للدراسة هذا الهاند بوك ولكن هناك ويرك بوك الورك بوك ليس فيها معلومات بشكل فعلي ولكن هو مجرد خطة دراسية فالورك بوك من اسمه ويرك بوك أي كتاب العمل أي كيف سيتم كيف سيتم أو كيف سيتم طرح المنهج في هذا السمستر مثلا للمادة الفلانية مثلا الورك بوك عن الامجي دي مثلا سيعطيك فكرة مثلا في المحاضرة الأولى ما هي الالاوس ما هي الأمور التي سيتم مناقشتها وسيعطيك أسئلة أيضا وأيضا سيأخذ أفكار عن المصادر وسيعطيك المصادر الذي يحبثها والذي يرشحها لدراسة هذه المحاضرة وإلى آخر من هذه الأمور وسيعطيك خطة دراسية أكثر من كونها معلومات فلن تجد هناك معلومات كثيرة ستكون المعلومات محدودة ستفوق المحاضرة المعلومات الموجودة في المحاضرة ستفوق الورك بوك الورك بوك هو عبارة مجرد عن كتاب يؤطيك الخطة الدراسية وفقط فما ستستفاد منه تستفاد لمعرفة الخطة الدراسية أما الهاند بوك فأنا أحبذ وأرشح صراحة الدراسة بالهاند بوك لأن الدراسة فيه مثمرة هل الآيباد مفيد بالتعليم الألكتروني؟ وما هي التطبيقات التي تستخدمها للدراسة؟ أنا شخصيا لا أستخدم كثير من التطبيقات أنا أضعي في هذه النقطة أنا أستخدم تطبيقات التي تقوم بفتح الPDF وهي تطبيقات محدودة وسأضع الروابط أسفل في الوصف مع هذا السؤال مع وقت هذا السؤال ستجدها والترجمة تطبيقات الترجمة أو تطبيق الترجمة جوجل استخدم جوجل لا أستخدم تطبيق آخر وهكذا فقط لا أستخدم الكثير من التطبيقات تطبيقات محدودة ولكن هل ينفع؟ نعم أنا أحبذ بشكل كبير شراء الآيباد الآيباد مهم لا تحتاج إليه التحضير اليومي وكلية الطابع الآن مفهوم التحضير اليومي من المؤكد أنه سيختلف بشكل كبير في كلية الطب وفي الكلية بشكل عام عن التحضير اليومي في المدرسة مثلا ولكن بشكل عام حينما تفكر بهذه النقطة فالتحضير اليومي في كلية الطب سيكون عبارة عن دراسة مستمرة لن يكون هناك دراسة متقطعة مثلا أنت حينما تبدأ اليوم في دراسة الهد أند نك مثلا هذه المادة مثلا أو هذا الجزء من الجسم سيأخذ في المحاضرة الأولى ستحتاج مثلا أنت لن تفهم في المحاضرة ستذهب إلى المصدر مثلا أنا شخصيا أذهب إلى المصدر فلن يكون هناك لن أستطيع مثلا أن أغطي كامل المحاضرة في المصدر سأحتاج إلى ربما يوم أو يوم ونصف أو أحيانا يومين لتخطية مادة واحدة فقط أو لتخطية محاضرة واحدة فقط في المصدر أي أنني المحاضرة التي المواضع الذي يأخذها الدكتور في الجامعة أنا أحتاج إلى تخطيتها في المصدر بيومين مثلا مثلا هذا فرض أحيانا تكون أقل حتى حسب ولكن أحتاج إلى تخطيتها في يومين فبهذه الطريقة أنا أكون متأخر ولكن حينما أريد أن أترك المصدر مثلا لن أستطيع أن أفهم بالطريقة الصحيحة نحن نعلم على ما أتقدر ففي هذه الحالة أنا مضطر إلى أن أكون متأخر ولكن أعوض هذا الشيء بأن يكون الدراسة مستمرة ليست متوقفة فالجامعة لن تعطيك دروس يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ففي النهاية أنت يجب عليك أن تكون مستمر في الدراسة فمسألة التحضير اليومي بالنسبة لي هي متابعة الدراسة يوميا لا يمر علي يوم إلا ويكون هناك إنجاز هذا هو بالنسبة لي أن التحضير اليومي ولكن بعض الطلاب يستطيعون أن يتمدون على المحاضرات فيكون في النهاية التحضير اليومي هو في دراسة المحاضرة أول بأول وهذا الشيء جيد جدا ولكن حينما تذهب إلى دراسة المصادر قد لا يحالفك الحظ في أن تكون بهذا الشيء الجيد جدا أتمنى أن كان هذا الفيديو شيء لطيف وأتمنى في المستقبل أن يتاح لي الإجابة على أسئلة أخرى وإن شاء الله سيكون هناك فيديو إن شاء الله أخير عن مسألة السؤال والجواب ولكن سيكون موجه إلى اليوس أمالي هناك فيديو يجب أن يتم نشره في هذه القناة عن اليوس أمالي وتفاصيل كثير عن اليوس أمالي فاعتذر من الأشخاص الذين لم يجدوا جواب عن هذا البوضوع وأنا لاحظت أن بعض الأشخاص قد قاموا بحذف أسئلتهم حتى هذه الأسئلة جزء كبير من هذه الأسئلة قد تم حذفه وذلك بسبب التأخير وأنا أعتذر على التأخير ولكن أنا طالب طب أيضا وتعلمون أن الفيديوهات تحتاج إلى وقت كثير في الإعداد وفي المنتاج وفي الرفع وفي النشر وتحتاج إلى وقت كثير فأنا أعتذر على هذا الشيء ولكن I'm doing my best نلتقي في فيديو آخر